السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كانت موضع الاستراتيجي للجيش العربي السوري وما زال باتجاه العدوان الصهيوني وكذلك البوصلة السياسية السورية وعلى الرغم من كل هذا العدوان القادر على سوريا الموقع والموقف والهوية استمرت دمشق متمسكة بمبادئها مدافعة عن سيادتها وقرارها الوطني المستقل ولم تتزحزح قيد انملة عن ثوابتها الوطنية والقومية التي هي في طبائع الشعب العربي السوري لقد حذرت سوريا وبلغة عربية فصيحة لا ركاكة فيها ولا عجمة انها سترد على اي عدوان يطال سماءها وارضها وينتهك سيادتها وسيكون الرد موجيعا ومؤلما ورادعا ايا كان مصدر العدوان وادواته وتبريراته وههم بواسل جيشنا العربي السوري يترجمون ذلك وعلى ارض جولاننا الحبيب الذي سيبقى تحريره واعادته الى الوطن الام الهدف الذي لا يتقدم عليه اي هدف اخر مهما حاول اعداء الوطن عمله خدمة للكيان الصهيوني الذي كان ومازال يعد سوريا بجيشها وشعبها ونهجها وخطابها العروبي المقاوم يعدها الخطر الاستراتيجي الذي يتهدد وجوده ويحول دون تحقيق اهدافه العدوانية توسعية في الارض العربية لقد غيرت النتائج الباهرة التي حققها بواسل جيشنا العربي السوري سواء في ساحات المواجهة مع العصابات الارهابية المسلحة ام على ارض جولان من قواعد اللعبة بل وقواعد الاشتباك التي طالما تبجح اطراف الحرب على سوريا بالتلوح بها كوارقة تهديد او ابتزاز سياسي فها هي سوريا وبحكمة قيادتها وحسن ادارتها للازمة تنتزع اوراق القوة لدى اطراف العدوان لتحولها الى عناصر قوة لها ونقاط ضعف لمن يحاول ان يشيرها في وجهها وهي بذلك تتحول من حالة رد الفعل الى حالة الفعل الاستراتيجي ما يضع اطراف العدوان عليها في حالة ارتباك وقلة حيلة بحيث تضيق عليهم دائرة السوء وتنال منهم مقتلا وهم يولون الادبار خاسرين خائبين فلا يحيق المكر السيء الا باهله اشتركوا في القناة